موسيقى خلال الشهرين الماضين كان عم نلاحظ بسديات بعداد المرضى اللي عم تناولوا مضاد للإكتئاب خلال شهر 11 قال أنه نحصي على العدد بيّن من 145 موريد تفني بالمستشفى في 120 عم يتناولوا أقل له دواء واحد 70 عم يتناولوا دويان 17 موريد كان عم يتناولوا أكثر من 3 أدوية دون وصفة طبية السياد لي ما عم يبيعوا المهدئات إلا بوصفة طبية وبنفس الوقت أساساً فيه شارتش بالسوق يعني عند الوكلة عم يسلموا السيدليات كميات قليلة وبالتالي لكل الحريس أنه مطنع طغالب وسط طبية الأمور مقاب تحت السيطرة وما فيه أي مشكلة بها الموضوع ومعظم الأسباب اللي كنا عم نشوفهم فيها بالعياد القلبية كانت ازدياد بطرقات القلب قلق أثناء النوم بحساس بالشكات بالعلوم والفق العمرية الأكثر هي بين 25 إلى 40 سنة الأسباب الأساسية اللي كانت عم تخليون يلجأوا لمضاد الإتئاب هو أولاً الزياد البطالة اثنان أحساس بالقلب على المستقبل وثلاثة معظمهم ممكن عم بقولوا التريجر أو مفاعل أساسي اللي خليهم يبلشوا به الأدوية وبعد انفجار بيروت بأربعة أب بعتياد الصحة النفسية حالياً للشباب بخطر تناول هالأدوية دون وصف طبية دون مراجعة طبيب مختص ممكن عرضوا من الخطر وتانيتاً وأهم مستقبل الشباب تفكيرهم بالمستقبل القريب أصبح شوي في القلب شكراً للمشاهدة